بسمة البسمة تاني هنقول ان انا يعني فخورة بيكي انك قدرتي بكل الضلمة اللي انت عايشة فيها تعرفي تنحاتي كده لحد ما تبقي متفاوقة في تعليمي كان ممكن يحصل ايه البسمة بقى؟ كان ممكن بدل ما تقاوم صاحب ابوها ده كانت ممكن اعوذ بالله اعوذ بالله تستفيد ماديا وتسيد نفسها لحاجات ما قد لا تصل الى الكبائر بس تعرف تستفيد وكانت تبقى فاسدة اكتر من ابوها كان ممكن تلجأ لحاجات كتيرة جدا زي ما فيه احنا شفنا في حلقات وفي المجتمع الناس بتروح للمخدرات وبتروح للي من قتر القهر في المنزل ما بايزة بايزة اقولك ما بايزة بايزة فعشان كده يا بسمة انا بقولك انا فخورة بيكي انك قدرتي تحافظي على حاجات كتير جميلة طب لو انا قلتلك حاجة امله عشان بابا كان بيدربه او بيعزبه او انا بقى اخر جملة كانت في القصة انه هي بعد ما قرينا كل القصة دي مرة واثنين انا حسيت كده معرفش بس اخر سطر فيها ده اللي هو بابايا كان جدي بيعزبه وهو هي المفتاح فهلا بتاع القصة في حد ايه دي على بابا دي المحاور بدل ما يترحم عليه او مثلا لو لقدر الله بابا مات يترحم عليه لو عيان يقول ربنا يديله الصحة ويشفي ده حتى لو كان وحش اوي احنا رازم اناعم كده لا ثانية واحدة بس يا سيل معلق جماعة احنا عايزين نتكلم من على الارض هو وفاق على الارض في حد بيعمل كده يا امل مش عايزين نطلع يعني العالم بيتفرج علينا نقول افكار غير قابلة للتطبيق او تحسس الناس اصحاب المشاكل بالدونية او تحسسهم ان هم ياريتنا ما بعتنا انا مش عايزة يبقى عند حد الاحساس ده بس احنا مرايا لهم انا عايزة اقول لهم احنا مرايا ثانية واحدة الانسان بس يا سيل فيه قاطع علمية بتقول في علم النفس انك لما بتحكي بيتفرز هرمون معين مش مهم اسمه ايه الهرمون ده بس الهرمون ده بيبقى جزء من الشفاء يعني افضل كنو يفوت فضي يعني بيرتاح ليه افضل الناس متعذبين اللي مش قادرين يحكوا فوانس ان حد حكى لازم انا اديله فايدة الحدوتة انه حكاها للاخر واحترم مشاعره واحط نفسي مكانه غير ان انا مرايا ليه طيب ممكن اقوله على حاجة وانا مش جلاد هنا انا هنا علشان اساعد ممكن اقوله على حاجة انا مش قاضي انا عايزة اقوله على حاجة مش على جلاد بس انا لازم اخد يعني الوجهة النظر التانية لانه انا ما بعوط لي من وجهة نظر واحدة انتي مش حاسة ان الرسالة دي فيها ابوارة شوية ما هي يعني انا بحب بس مش حاسة ان هي فيه ابوارة طيب ده سؤالي ان انتي تسألي بس احبيش اهل بيوصلوا للدرجة دي برضو لا فيه اكتر هي حبسوها في البرد في البلكونة ثانية واحدة ده احنا بنخاف على الباتس او الحيوانات الاليفة نعمل فيها كده ايوا انتي بتخافي لكن فيه غيرك ما عندوش رحمة ازاي بقى اولا فيه ناس بتعذب القطط في الشارع ليه فيه ناس بتعذب القطط في البيوت يعني يجيبوا قطط ويربوهم عشان يعزبوهم ايه المرض ده اه ده مرض يا جماعة مفيش حد يسوي مية في المية بس نسبة بقى العية النفسي او الاضطراب النفسي هي نسب يعني باباهم تقدروا يتقولي انه هو من كتر ما تأذى من بابا طلع بيعمل كده في بناته ده رجع بقى اللي انا كنت بقولها المحيوح في الاول احنا ده بنبقى شبه بعض يبقى العكس بعض احنا الانسان نوعين لما بيتعذب من شيء حاجة من الاتنين وبرضو مالهمش تالت يبيرحم الناس من اللي شايفه فقد الشيء يعطيه يا اما هو ما عندوش طريقة لإدارة الحياة غير اللي شايفه وهو بيبقاش في اللحظة دي بينتقم من ولاده تعالي حللك شخصية الاب كده في حتة بسل ليز عشان نشكك ليه فيه ثقافة موجودة في شريحة كبيرة من المجتمع عندهم ان هو عنده ثلاث بنات وهو اصلا انسان شكك ومريض نفسيا ومتبعزق خالص فهو الثقافة دي فاغلبيتها بيبصوا للبنات ان هما ممكن يجيبوا العار وانا البنات دول حمل حيجوزهم منين وحيسطرهم بدين وخرج اختها من المدرسة فاغلبيتها بيبصوا للبناتر بيبصوا للبناتر